السلامة كانت هذه تحية تونسية السلام عليكم ورحمة الله معكم رامي ومرحبا بكم من جديد في قناة VG Stations اليوم سوف أقوم بتعويض الأخ مكو في هذه السلسلة سلسلة محطات أخبار الألعاب ولذلك أتمنى أتمنى أن أكون خفيف الظل عليكم حلقة اليوم مليئة بالأخبار لنقوم بتغتياتها ونوصلت الضوء عليها ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معي نبدأ حلقة اليوم بأول خبر والمتمثل في أن شركة أكتيف فيجن قامت رسميا بالكشف عن أول محتوى إضافي للعبة Call of Duty Infinite Warfare بعنوان سابوتاج هذا الأخير سوف يصدر أولا على جهاز PlayStation 4 في 31 يناير من السنة القادمة هذا وأترككم على عرض دعائي لهذه الإضافة فمشاهدة طيبة نمر للخبر الثاني فعلى ما يبدو أن أستوديو تطوير كريتيك المعروف بتخصيصه أو بإنتاجه لسلسية كريسز الشهيرة يمر بفترة عصيبة جدا أكثر مما نتوقع وأكثر حتى مما نتخيل فبدون سبق أنظار ها هو اليوم يعلن عن غلق خمسة من فروعه في كل من هنغاريا والتركيا وكرة جنوبية والصين بالإضافة إلى فرعه في بلغاريا ليبقي بالتالي على فرعين فقط المتواجدين في كل من مدينة كيف الأوكرانية وأيضا مدينة فرانكفورت الألمانية نمر للخبر الثالث فعلى ما يبدو من جديد أن المشاريع القادمة لأستوديو التطوير البولوني أو البولندي سيدي بروجيك تريد قد تحتوي على طور الألعاب الجماعي فمؤخرا أعلن هذا الأخير حصوله على دعم مادي من قبل الحكومة البولندية بقيمة 7 مليون دولار أمريكي وذلك في غرض إجراء الأبحاث حول عملية تطوير الألعاب الجماعي في الألعاب وأمور أخرى أما عن الخبر الرابع فلقد أعلن شينجي هيرانو الرئيس السابق الفرع الأوروبي لشركة كونامي اليابانية انضمامه رسميا لأستوديو كوجيما بروداكشنز هذا الأخير لم يصرح بعد عن سبب انضمامه ولكن من المحتمل جدا أن الصداقة التي تربطه مع هديو كوجيما كانت العامل الأساسي واجوهري لإتخاذ هذا القرار ونصل إلى آخر خبر في هذه الحلقة وهو أن شركة كونامي اليابانية تعلن رسميا عن بطولة البي اي اس ليغ لهذه السنة والتي سوف تجري منافستها عبر شبكة الأنترنت قيمة الجوائز النقدية في هذه البطولة سوف تكون مئتي ألف دولار أمريكي بشكل مشترك بين الثلاثة الأوائل هذا وبإمكان جماع التسجيل والمشاركة في هذه البطولة فقط على جهاز بلايستاشن 3 والبلايستاشن 4 وبهذا الخبر نختم حلقة اليوم مشكورا على المشاهدة ومن جديد أتمنى أني كنت خفيف الظل عليكم ومن جهة أخرى أتمنى أن المحتوى أعجبكم وافدكم ولو قليلا هذا ومن فضلكم لا تنسوا أن تضغطوا على زر إعجاب وتنشروا المقطع وطبعا تشتركوا في القناة في حال أنكم جدد غير ذلك أراكم إن شاء الله عما قريب وفي أمان الله شكرا